تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي أوروبا اللي بتجيكم مني أنا محمد عوال بالتعاون مع مجموعة RM for Arab في تويتر ويوتيوب ورابطة ريام الريد الرسمية في العراق مباراة اليوم من المباريات اللي النتيجة فيها لما تتفرج عليها وتقارنها بمشاعر الناس بتشعر بكثير شيء غريب الفريق اللي بتعادل خارج ملعبه واحد واحد نتيجة أنا دائما بقول كأنك فست نص مقابل لا شيء مش واحد مقابل لا شيء نصف هدف ليش لأنك لو تعادلت سلبي بالقياب بتتأهل يعني النتيجة أعطت تشيلسي أفضلية عامة بشكل أو بآخر لكن رغم ذلك المشاعر والشعور لما تشتطلع بالسوشال ميديا ردات فعل الناس بتشعر المدريديين مرتاحين لهذا التعادل بعد الشوط الأول السيء جدا الحالة البدنية اللي ظهر فيها كثير لعبين واضح جدا أن الإصابات صح الريال لسه واقف على رجليه لسه عم بقاوم لكن شوي شوي عم بتوقع الفريق على الأرض نحن ندخل بتفاصيل هذا اللقاء وأثناء مشاهدتكم لهذا الفيديو إذا عجبكم تتركوا لايك وإذا ما عجبكم كمان تتركوا لايك لأنكم إصحابي ريال مدريد لجأ من أول دقيقة لفكرة التماثل بالخطة بالعب ضد فريق بيلعب 3-4-2-1 متقنها كوي زي تشيلسي ريال مدريد دخل بـ 3-5-2 واكتشف ربما زيدان اليوم أن هذه الخطة بهذه الأفكار بهذا التشكيل إذا كان في بعض اللاعبين اللي عندهم مشاكل بدنية في خط الوسط أو الهجوم حتتكون مساحات صعبة ومرهقة لخط دفعه واللي شاف تشكيلة تشيلسي في البداية شاف بوليزيتش شاف فيرنر وشاف ماونت عرف أنه تخيل نفكر بشيء سريع نفكر بلعبة سريعة أكثر وفعليا مع البداء اللقاء شفنا تشيلسي عم بلعب بريتم سريع جدا لمسي واحدة بتمرير الكرة ونقل مستمر للأمام وانطلقات فردية ليش فكر هيك تخيل؟ لأنه اللي شاف ريال مدريد بآخر مبارتين بشكل عام بيعرف أنه الريال بدنيا صار مثقل وبيعرف أنه بالمواقف اللي كان يتسرع فيها اللعب كان الريال يصير بطيء كان الريال يصير وراء المباراة وليس كأنه عم بقود اللقاء تشيلسي من أول دقيقة رفع الرتم من أول دقيقة لعب كلها سريعة هذا الشي أظهر مساحات رهيبة لأنه خط وسط دفاع لأنه خط وسط ريال مدريد كان بطيء بالحركة فيتكون مساحة رهيبة بين الخط الوسط وخط الدفاع المنتشر بشكل خماسي وهذا معنى لاعبين بيقدر يسقطوا بين خط الوسط وخط الدفاع يستنموا الكرة ويكونوا أخطر تشيلسي أيضا وجد أنه في مساحات كبيرة أمام مارسلو وأمام كالفخال ومن هناك كان يقدموا الأظهرة ويلعبوا كرات عرضية خطيرة وشفنا أكثر من فرصة أوضحها لبيرنر وكان بالإمكان تشيلسي في أول ربع ساعة يتقدم وكان مركز كثير على أطراف ولكن فجأة وعنصر مفاجأة جميل من تشيلسي جاءت الضربة من العمق خط دفاع ريال مدريد فشل مين اللازم يراقب بوليزيتش اللي أساسا هو مش المهاجب وكان كائن مقادم من الخلف وهناك سجل هدف بوليزيتش توج فيه أفضلية تشيلسي هذا في الحال الهجومية لكن تفوق تشيلسي أساسه أيضا كان في الحال الدفاعية إنه قدر تماما خلال الشوط الأول يعزل كروس عن مودريدش أولا ويسكر زوايا التمرير تماما عن طوني كروس كانت كان ربما الأكثر تكفلا بطوني كروس يضغط عليه وبتجي له مساعدة بعض الأحيان من بوليزيتش وبعض الأحيان من مام ودائما لما كان كانت يتأخر كانوا لعبين تشيلسي عارفين شو لازم يعملوا أمام كرات كروس الطويلة إغلاق زوايا التمرير فكنا نشوف عن كروس مش عم بيكون كروس اللي بنعرفه زوايا التمرير محدودة عنده زوايا التمرير عند مودريدش محدودة وبالمسألة البدنية والتفوق البدني عنده تشيلسي مع إرهاق واضح على مودريدش وكروس خسر ريال مدريد أهم شيء عنده في مباريات دور الأبطال ثنائي كروس مودريدش يعني كل دقيقة كانت عم تمشي كنا عم نتطلع نلقى كروس مودريدش كاسيميرو مش هما نفسهم الإرهاق نال من اللاعبين اللي تم استنزافهم نتيجة إصابات لعبين آخرين وكروس واضح إنه مش مينية في المية من حيث الحالة البدنية اللاعبين كانوا دائما يتحركوا لما تشيلسي ينطلق بالكرة متأخرين ثواني ومعنى متأخرين ثواني حتصير مساحة كبيرة ما بين كروس وما بين خط الدفاع وهناك كانت تشيلسي يقدر يعمل شو ما بده يغير اتجاه لعب ينطلق بمواجهة فردية ولما يكون مارسيلو بذلك الأداء الدفاعي بشوط الأول السيئ جدا كان طبيعي جدا تتوقع إنه تشيلسي دائما قادر يخلق بلبلة دائما قادر يدخل الكرة بمنطقة الجزاء بس تصبح معروف جدا لما تلعب ضد ريال مدلة دوري أبطال أوروبا هذا المستوى بتحطه على الجنب وبدك تركز معاه بكل لحظة بلحظة واحدة جاء هدف التعادل ضربة فهوائية ثم ضربة هوائية ثم هدف رائع جدا من اللاعب صاحب اللحظات العظيمة كثير الآن في دور الأبطال كريم بن زيما بعد هذا الهدف كانت تشيلسي أيضا بلش يدخل بموت تبطيء السرعة ليش؟ لأنه مستحيل لعب 45 دقيقة بهذا الرتب وجاء الهدف وبين الريال بلش أنه يمسك كرة أنا أعتقد كان الريال حيمسك كرة سواء بالهدف أو بدون هدف بتلك اللحظة لأنه طبيعي كانت تشيلسي ينزل لكن ظهر وكأنه الهدف له تأثير ذهني ظهر وكأنه الهدف أدخل ريال مدريد أجواء اللقاء أنا أعتقد كان الريال حيعمل هذا الشيء بكل الأحوال بس الهدف مع هذا الدخول كثير حسن تركيز لعبين ريال مدريد بشوط الثاني أنهم شعروا لهم تحسنوا وبلشوا يتصوروا أفضل وبنفس الوقت واضح جدا أنه طلب من تشيلسي يتحفظوا جدا وواضح أنه أثر على تشيلسي وشجاعته اللي كانت موجودة بالشوط الأول كان أكثر تحفظا شوي بالشوط الثاني وكان يفكر أنه الواحد واحد أيضا نتيجة كويس إلي وأنا اللي حضره بالمرتدات هالمرة ما رح أحاول أفرض كلمتي وإذا في شيء ما قدر ريال مدريد يعالجه فعليا ما بين الشوط الأول والشوط الثاني فهو قصة أنه تشيلسي كان دائما قادر يخلق زيادة عددية مفاجئة حاول كاسيميرو خلف كروسو مودريتش أمام خط الدفاع ولأن كروسو مودريتش بطئين جدا اليوم كانوا دائما عم بقدروا يستلموا الكرة فيكون فيه اثنين أو ثلاثة بعض الأحيان لما يرجع المهاجم فيرنر أو لما نزلها بيرتز يصير فيه ثلاثة حاول كاسيميرو فبتشعر أنه كاسيميرو مش عارف شو لازم يعمل وهذا الشي دائما كان يكون منطلق هجمات تشيلسي هذا السقوط بين الخطوط كان فعلا فارق عند تشيلسي عم بيتقنه جدا مع تخين لو في شي تحسن في ريا مدريد بالشوط الثاني مقارنة بالشوط الأول وخلى الفارق يبدو أقل فهي مسألة تدوير الكرة والصعود فيها ربما تشيلسي تعب ربما تشيلسي ما عاد قدر يضغط لها لكن في الشوط الأول فارق الصعود بالكرة كان رهيب جدا كان هو الحاسم يعني تشيلسي بيصعد من عند قط دفاعه بوصل الكرة للثورث الأخير لكن ريا مدريد كان عم بيعاني عشان يوصلها للثورث الثاني وبالثورث الثاني معه كانت عم بتكون عنده خيارات كفاية هدف فارق الصعود باللعب لو تكرر بالقياب الريال فعلا هيعاني أكثر وأكثر لأنه تشيلسي حيلعب في ملعب هو متعود عليه أكثر وبنفس الوقت حيكون مرتاح نفسيا أنه داخل فائز نصف هدف مقابل لشيء ومستحيل تخلص هاي الحلقة بدون ما نحكي عن كمية الحركة اللي عملها كانت واللي بتخليك بعد الأحيان تشعر أنه فيه غش في الموضوع يعني لاعب بركض هاي الكمية ودفاع وهجوم وتقنية جميلة يعني كأنك تلعب بـ 12 لعب لأنه هو بركض عن اللعبين مش لاعب واحد يعني إذا بدألخص المباراة بكلمات بسيطة بقول ريال مدريد صحة عادل ريال مدريد في شرط الثاني لجأ لشيء أنا صرت شايفه مع زيدان أكثر من مرة لجأ له مع لي بربول في الإياب أيضا لما يكون متعب لما يكون شايف الأمور مش ماشي تمام ببلش يلعب لعبي أنا بسميها الاستحواذ السلبي الكرة معاه برفع نسبة استحواذ وقد ما يقدر بس فعليا مش معني يخلق هدف مش معني يغامر بالتمريرة التمريرة لازم تكون مضمونة فالكرة بتمشي الإرهاق هذا بصير الوقت يمشي وبتمشي الأمور وفعلا مشت الأمور اليوم اسلوب الاستحواذ السلبي عم بينجح مع ريال مدريد لأنه ثلاث الوسط مع بنزيمة حتى لما نزل هازار دائما الفريق قادر يحافظ على الكرة بدون ما يغامر التمريرات يعني ما هو بده الكرة أكثر ما بده الهدف وباستنى أنه الخاص يستفز ويجي الهدف لكن تشلسي كان عاقل كان واعي أنه أنا ما في داعي يستفز مش مستعجل أنا متعادل واحد واحد بس هذا الاسلوب فعلا أدار فيه زيدان إنه بنجح اليوم أدار فيه زيدان فترات من مباراة ليفربول أيضا في القيام تحديدا بشكل ناجح إذن هو اسلوب عم بيمشي معه بالنسبة لظروف فريقه الحالية اللي لازم لكل يكون عارفها أيضا أنا شيء صدمني صراحة كمية وضوح الأفكار عند لعبين الشلسي لما تشوفهم كأنهم يعني لما نجح بالتكرار مش بموقف واحد لما يكون مضغوط عليه اللاعب فيهم عارف لما ينضغط عليه بهذه الطريقة بوقف على الكرة شوي بعدين بلعب لفلال أو لما أكون مضايق جدا مثلا تشوف جورجينيو خلص مضايق جدا وتروح منه الكرة بتلقا بمرر تماما دائما للمهاجم اللي بالأمام فيه وضوح أفكار كله بدل إنه تخيل عمل شغلي كبير حتى الآن فتشلسي الريالي تحسن دفاعيا بشكل ثاني بشكل واضح يعني يغير شوي بأدوار خط الدفاع من حيث التقريب أكتر لخط الوسط بلما خط الوسطي قرب لخط الدفاع جابت نتيجة معه بشكل جيد أيضا شوفنا تشلسي بحاول يقلب المباراة بثلاث تبديلات مهمة بيتكلم عن دخول زياج بيتكلم عن دخول جيمس هاورتز كان الهدف واضح إنه الريال بتلك الفترة بشكل ثاني كان عم بيطبق الاستحواذ السلبي حاول تخيل يرجع يستعيد منه بالكرة نزل لعبين أفضل ربما بالاستحواذ حاول يركز على جهة مارسيلو لكن الريال خلص يعني بلش يدير الأمور الآن إنه أنا بدي أتعادل ولما تلعب مع فريقي كبير صار بده يتعادل للأمام لكن ما قدرت تغير مجرى اللقاء بشكل كامل التلسي اليوم أيضا كان أفضل من ريال مديد لمسألة المهارة الفردية بكثير مواقف كنا نشوف انطلاقات كنا نشوف عم يفتحوا مساحات لمهارتهم الفردية لكن اليوم جونيور مثلا ما قدر يلقى هاي المساحة ما قدر يمر من هذا الشي هزارت أيضا ما قدر يعمل هذا الشي يعني خلينا أحكي هذا السلاح قابل للتكرار في القيام لأنه هذي مهارة لعبين الريال فعلا محتاج نوع من المهارة الفردية لما يلعب ضد فريق بيضغط بهذا الشكل بسكر زوايا التمرير بهذا الشكل فالمسألة محتاجة أيضا أعتقد إراحة بعض الأسماء يعني ريال مدريدي الآن الأول شيء لازم يعملوا الزيدان المباراة الجاي ما ينزلش فيها الأساسيين بالدوري روما الأكثر من سبب منطقي يعني واحدة من الأسباب منطقية جدا أنه الدوري أقرب أصبح لبرشلونيا من أنه إلك فأنت دور الأبطال لسه بإيدك ولكن يضحي فيه ولا لا فأعتقد الآن هذول اللاعبين زي مودريتش كروس بعض اللاعبين الفريقين أرهقوا هذول لو يلعبوا كمان مباراة دوري وتروح تلعب مباراة الأبطال بلعبوها سرير يعني فعليا سرير مستشفيات مش أقل الريال المفروض يستعيد عدة لعبين لمباراة الإياب مندي فالبردي حتى ممكن يجهز هزارد فأسلحته المفروض باللياب تكون أفضل تشلسي اليوم فاجأ ريال مدريد بأكثر من سلاح فاجأوا بالبداية السريعة فاجأوا بالتحفظ بالإياب ثباته الانفعالي لافت أعتقد وضع عند الجميع أن الأمور ما انحسمت وأعتقد أنه مازال عند الاثنين مفاجآتي كبيرة ممكن يورونا إيها في الإياب اللي قائل يوم كبير صح بس تفاصيله متكررة فريق لما يمسك الكرة اللي هو ريال مدريد مش كثير مهتم يروع على المرمى كثير ويغامر بعد ما صارت النتيجة واحد واحد أكثر من هيك ما كانش عنده زماية تمرير واضحة مساحات واضحة في المقابل فريق آخر كان عم بقدر يرقل مساحة كان عم بقدر يخلق مشاكل بالمهارة الفردية لكن حتى لما كان يقدر يدخل الكرة منطقة الجزاء ما كان يوفر الزيادة العرضية الكافية بتحسها نمط عم بتكرر هذا اللقاء كبير كثير بس أفكاره كثير قليلة من حيث سيناريو اللقاء بننتظر اللقاء إياب أجمل ربما أكثر أهدافا وبنستنىكم دائما فيها وبنوصل هنا لنهاية حلقتنا كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستجرام وتابعوني على سيرفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله